صباح الفل ازايكم? عاملين ايه? يا رب تكونوا خير? آآ معلش انا بعتذر عن غيابي شوية. آآ يعني عندي دور كده مش حالو يعني الحمد لله. ياريت تدعو لي كلكم يعني بالشفا. آآ والله يوحشتني قلت لأ لازم قم اصور فيديو يعني. فآآ بعتذر لكم يعني عن الغياب وفي كتير سألوني غدا انت فين? ونزلت معلش فيديو قديم. فالحمد الله. الحمد لله على كل يجيبوا ربنا وآآ وياريت يعني تدعو لي ان شاء الله. آآ النهار ده فيديو مشتريات. لما روحت هي وبس الفترة الاخيرة. اليوم اللي انا صورت لكم فيه الجولة. آآ جبت شوية حاجات منظمات آآ حلوة قوي. وبصراحة يعني فرقت معي قوي. فأنا برضو النهار ده حواريكم جبت ايه? آآ يا رب الحاجات تعجبكم. اول حاجة معي يا بنات هو آآ منظم ده اللي هو كده آآ زي آآ هو معدن. وبيتعلق زي ما انتوا شايفين. بيتعرق بقى في الضرفة من جوة. او لو انت عندك بصوا بالهوكس كده. لو انت عندك كمان حامل معلق ايه. آآ بيتعلق ايه فيه. وبتحطي بقى فيه هنا بقى اي حاجة انت عايزيها. منظفاتك. البرطمانات. البهارات. لو حلقتي في الضرفة من جوة. او لو من بره جنبك كده. او آآ منظفات من جوة. يعني فيه كزا استخدام ممكن انت تستخدميه فيه. في الحمام بقى تحطي فيه ممكن تعلقيه. تحطي فيه الشامبوهات. اي حاجة يعني. آآ ده معدن وخمته كويسة مش بيصدي فيه منه الابيض والاسود ده كان بخمسين جنيه. ده الكبير. فيه صغير منه. فبرضه عشان تخلوا بالكو لو روحتوا اشتريته منه. فيه حجمين. صغير وفيه كبير. فده يا بنات الكبير. اللي هو ايه? العريض يعني. ده اول حاجة معنا. تاني حاجة معي يا بنات هو المنظم ده. المنظم ده حلو جدا. انا عندي منه الصغير. كنت صورته لكم. هوريه لكم برضو. وده منه الكبير. تمام? هو بيجي كده وبترك بيه هنا. تمام? كده بتدخلي دي هنا. اهو يا بنات كده شايفين? وهو دوار كده بيلفي يعني بتحطيه في الضرف عندك من جوة ويبتغذي اهو. ده شكله. وبتحطي فيه بقى مثلا الميكب بتاعك البرطمانات بتاعتك اي حاجة. آآ عايز اقول لكم ان المقاس الكبير ده بـ 52 جنيه. انا بقى هوريكم المقاس الصغير اللي عندي اللي انا كنت جايباه قبل كده كنت جايباه بـ 80 جنيه. 85. اهو. بصوا اهو. هتقولولي الخامة ممكن تكون مختلفة. لا يعني انا شايفة بصوا يعني بصراحة يعني مفيش فرق الاستعر ده. يعني انا بصراحة مبسطت اكتر بالكبير. الكبير كان بـ 85 او بـ 80 صغير صوري والكبير بـ 52 جنيه. ده بقى يلملك برطماناتك كلها آآ يلملك بتاعك كله زي ما انتوا شايفين في الورقة اهو. تمام? وسعره هايل. سعره حلو جدا. بنات الحاجات دي حلوة بتنفع عشان خاطر لو انت في حاجات جوة. ما بتقدريش تاخذيها في الضرفة من جوة فبتلف كده وتاخذي اللي انت عايزاه. فبصراحة برضو عجبني قوي فقلت اللي انا اجيبه انظم به الدولاب اللي هو البهارات. اتسألت كتير قوي يا بنات عن آآ ورق زبدة يكون آآ نوعه كويس. بصوا انا جبت ورق زبدة برضو من هي وبس كنت جاي بسيلة من عنده وتلاح حلو. وفيه نوع تاني اللي هو ده. جبته من عنده. حلو جدا جدا. مش مش بيدوب. لما بحط عليه فراخ بحط عليه اي حاجة في الفرن. مش بيتهري. وبتحس اللي هو كده بيدوب كده معاكي. لا خالص. فهو الورقة بتاعته اللي عايز يخدها سكرينشوت. حلوة قوي ورق الزبدة. واللي كمان هايل جدا جدا جبته من عندهم. يعني خمته اسمها اسمه دندش. كلينك فيلم. عايز اقول لك يا بنات اللي هو جامد جدا. يعني يمكن اجمد واحد. انا استعملت حاجات كتير بس بيابنات ده بصوا عامل ازاي. بجد اهو. زي ما انتم شايفين كده كاميرا حتقع. زي ما انتم شايفين اهو جامد قوي. اهو. فحلو قوي اسمه دندش. ده كلينك فيلم برضو من عندهم. حلو جدا. والاسعار مش عارفة مش فاكرة الاسعار لاني بجيبه وبجرب وبقول لكم مش فاكرة الاسعار. كنت اتسألت على دي دي اه دي من اه من اكيا. دي بتتحط كده الخامة اللي هي السودة زي الحاجات اللي انا ورتها لكم. اه بتتحط كده بتحطي فيها بقى اي حاجة عندك بتتعلقيها وتحطي مثلا فيها اه اي حاجة عايزة تحطي فيها معالق عايزة تحطي فيها اه سكاكين عايزة تحطي فيها السبونشات اي اي حاجة ممكن تحطيها فيها. كانت عارها مش غالي هي دي من عند ايكيا نفسه. اه بس هي وبس ممكن يوفرها لو انتم حابين ممكن برضو تقولولو عليها. كانت تقريبا خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين مش فاكرة بالزبط كان. بس برضو كنتوا سألتوني عليها ايه دي لان انا صورتها وما قلتش عليها. تمام? جبت من عندهم برضو المقص اللي هو آآ قال لي مقص فراخ جديد. بس الاسف لسه ما جربتوش تعبت ما جربتوش. المقص الفراخ ده قال لي حلو قوي برضو. هجربو اقول لكم ده بسبعة وعشرين جنيه يا بنات. وكمان آآ عندهم اكياس لقيت سعرها حلو اللي هو آآ اكياس النفايات ده ب تلاتتاشر جنيه آآ ربع كيلو. تمام? والفحم ده حلو قوي سريع للاشتعال دايما بجيبه من عندهم. حلو جدا. للي حابب برضو للبخور. بجيبه له البخور حلو قوي. مش عارفة بسبعة جنيه او حاجة زي كده. طيب اتسألت برضو كتير يا بنات عن آآ اللي هو الاكياس بتاعة التخزين بتاعة آآ انا عرضتها قبل كده بس سألتوني برضو عنها بياخد حاجات كتير ومقاسه كام? اهي الورقة انا هقول لكم على مقاسه. وهي وبس موجودة عندهم. وهي وبس موجودة عندهم المقاسات كلها. انا جابة من عندهم من عندهم السنة اللي فاتت مقاسات كتير جدا. آآ قلتوا لي ده احلى ولا اللي بيتباع اونلاين? لأ. ده خامته حلوة جدا جدا يا بنات. هو اتنين وعشرين في تسعتاشر في آآ لا سوري هو خمسة وخمسين في تسعة واربعين في تسعتاشر. تمام? آآ حلوة ولا لا الخامة? الخامة تحفة. يعني بصوا خامته. والسستة بصوا اهم حاجة كمان في الموضوع ده كله السستة. يعني ممكن ما يتقطعش منك الكيس. آآ اللي هو الشنط دي. بس يتقطع السستة. فطالما تقطعت السستة خلاص. بازت. فالسستة بتاعته حلوة جدا وما بتتقطعش وجربت منه كزا حجم بجد هايلين. ومش غالين. يعني ده برضو انا كنت جايباه مش عارفة يعني مش عارفة خمسة وخمسين. يعني حاجة زي كده يعني. وبياخد كمية بصه هو بيتحط كده في الدولاب بس بياخد كمية حاجات كتير جدا. يبال لك اللي هو بصه يبال لك اللي هو رفاية. بس هو مش بالعكس. لما بيتفرد بياخد كتير قوي قوي قوي. فآآ انصحكم ما تجيبوش الونلاين. يعني يعني مثال اونلاين هيزعلوا مني. انا بصراحة جربت كده وقربت ده. عجبني قوي بتوع آآ اكيا بجد هايلين هايلين بجد. فآآ هاتومهم. حاجة اخيرة جبتها من هناك. وحبيت برضو اللي انا اقول لكم عليها. شكلها حلو قوي وعجبني. اللي هي اللي بل بتاعة البرطة مانات. هافتحها لكم وارهها لكم. بصوا يا بنات اللي بل دي حلوة قوي عجبتني جدا. على شكل خشبي برضو كده. انا جبتها للطاقم ده اللي انا كنت مسورة معكم قبل كده. آآ حسيت اللي هو حيبقى حلوة قوي عليه. بصوا لما برضه طبعا بس كده يعني برواءين كده هحطه. شايفين? هيبقى حلوة قوي على عليه وحيبقى ليه عشان هو برضو خشبي. فدول آآ ده سعره ايه? تمنتاشر جنيه في اتناشر. اتناشر بتمنتاشر جنيه. آآ يعني يعني الحاجات اللي انا جبتها النهاردة حاجات فسيطة مش كتير. بس يعني حاجات برضو هتنفعك اللي انت تلمي بها حاجتك وتنظمي بها الدواليب بتاعتك. يارب يكونوا استفدتم الفيديو. يارب يكونوا آآ استمتعتوا. وما تنسوش اللايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ويعني ياريت تدعولي. وسلام عليكم. باي باي.